يعقد المجلس القومي للمدفعات اجتماعه الاول اليوم برئاسة الرئيس عبدالفتح حسيسي ويختص المجلس بخفض استخدام اوراق النقد خارج القطاع المصرفي وتحفيز استخدام الوسائل الالكترونية في الدفع كذلك تطوير نظم الدفع القومية والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج اكبر عدد من المواطنين في نظام المصرفية كما يهدف الى ضم القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي وتخفيز تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية